كثير من النجوم المغاربة إلى تغيير الأجواء نحو أندية جديدة إما بسبب نقص تنافسيتهم في النوادي التي كانوا ينشطون فيها أو بحثا عن نادي أفضل أو حتى بحثا عن المال والنجومية تعددت الأسباب والطريق واحد وسنقدم لكم خلال هذا المقطع أبرز انتقالات اللاعبين المغاربة بالدوريات الأوروبية بالإضافة إلى اهتمامات الأندية بنجوم المنتخب المغربي يحيى عطية الله اتفق الدولي المغربي وظهير الفريق الوطني بشكل رسمي مع نادي سوتشي الروسي من أجل اللحاق بصفوفه خلال فترة الانتقالات الجارية وسينتقل اللاعب من الوداد إلى الفريق الروسي مقابل مبلغ مالي مهم بلغ 500 ألف دولار وكان اللاعب يشتكي من إدارة الفريق المغربي التي تأخرت في تسديد مستحقاته المالية التي رجحتها الصحافة في مبلغ يقارب 170 ألف دولار ويعد انتقاله إلى روسيا خطوة للوراء خاصة وأن فريقه الجديد يحتل المركز الأخير في الدوري وربما إذا برز اسمه بقوة سينتقل لفريق أفضل مستقبلا عمران لوزا انتقل الدولي المغربي عمران لوزا إلى نادي لوريان الفرنسي على سبيل الإعارة قادما إليه من فريق واتفورد الإنجليزي ويرجع سبب مغادرته فريقه بحثا عن دقائق أكثر في فرنسا ويشار إلى أن عقد اللاعب المغربي لا يتضمن خيار الشراء وسينتهي بنهاية الموسم الحالي آدم مسينا أعلن نادي تورينو الإيطالي عن تعاقده مع الدولي المغربي آدم مسينا قادما من نادي أودينيزي وذلك على سبيل الإعارة إلى غاية نهاية الموسم الحاري مع حقية الشراء ويسعى الدولي المغربي إلى خوض دقائق أكبر قصد العودة إلى أسوار المنتخب المغربي بعد غياب طويل دام حوالي سنتين حيث لم يخذ اللاعب أي مباراة مع الناخب الوطني وليد الركراكي بداعي الإصابة وقال الظهير الأيسر المغربي المنتقل حديثا إلى فريق تورينو الإيطالي إنه سيبذل قصار جهده للعودة إلى أسوار المنتخب المغربي في الفترة المقبلة وأنه جاهز لمساعدة فريقه الجديد في تقديم نتائج جيدة في الدوري الإيطالي وشهد سوق المركة الشتوي الحالي حدوث العديد من الصفقات المهمة للعبين المغاربة يتقدمها استعارة المدافع أشرف داري إلى نادي شرلوروة البلجيكي إلى نهاية الموسم الكروي الجاري دون وجود بند أحقية الشراك وفي خطوة للوراء انتقل المهاجم المغربي أمين سلامة على سبيل الإعارة من نادي ريمس الفرنسي إلى استاد ماليرب كاي الذي ينافس في القسم الثاني من الدوري الفرنسي وذلك حتى نهاية الموسم الحالي ويرجع ذلك إلى تمكين اللاعب من كسب دقائق لعب أكبر فضلا عن تطوير أدائه ومن جانبه غير الدولي المغربي أنس الزروري وجهته وانتقل على سبيل الإعارة إلى فريق هالسيتي الإنجليزي وفي الجانب الآخر غادر نبيل علوي الذي قدم مستويات جيدة في الدوري الفرنسي وانتقل إلى تركيا وتحديدا إلى صفوف أضنة داميرسبور قادما من فريق لهافر لثلاث مواسم ونصف واستطاع لعب المنتخب المغربي الأولمبي أيوب عمراوي من تغيير الأجواء وانتقل إلى نادي أمين الفرنسي على سبيل الإعارة من دون وجود بند للشراط كما تمكن الجناح الأيسر المغربي أمين رحمي من الانتقال من هولندا صوب البرتغال وتحديدا إلى فريق ريو أفي الذي ينشط في القسم الأول وانتقل الظهير الأيسر لنادي آيكس أمستردام أنس صلاح إيدين إلى نادي تفينتي الهولندي قادما من نادي آيكس أمستردام بقيمة نهزت مليون يورو نايف أكرد يصنف هذا اللاعب كأحد أفضل قلوب الدفاع على الصعيد العالمي مستواه اللافت مع فريق ويست هام أو حتى مع المنتخب المغربي جذب أعين الكثير من الفرق في القارة العجوز وكشفت تقارير إعلامية عن وجود اهتمام كبير من طرف نادي ميلا الذي يسعى لخطف اللاعب في فترة المركة الشتوي الحالي وحسب الصحافة الإيطالية فإن إدارة نادي ميلا أبدت رغبتها في التعاقد مع صخرة دفاع المغرب خلال المركة الشتوي الجاري وقالت التقارير أن الفريق الإيطالي تواصل مع ويست هام لمعرفة مدى إمكانية ضم اللاعب على شكل إعارة لكن النادي لا يقبل إعارته وينتظر عقد شراء دائم والجدير بالذكر أن الكثير من الأندية الأخرى تضعه ضمن راداراتها يتقدمها نادي باريسا جيرمان الفرنسي وروما وليون بجانب أندية الدوري السعودي بلال الخنوس تألق اللاعب المحترف في بلجيكا بشكل لافت هذا الموسم مع فريقه وتمكن من المساهمة التهديفية في ثماني أهداف ما بين صناعة وتسجيل وهو الأمر الذي دفع الكثير من الأندية الكبيرة في القرة العجوز بالرغبة في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وأبدى فريق تليتيكو مدريد الإسباني رغبته في التعاقد مع اللاعب المغربي خاصة وأن الميزات التي يقدمها نالت إعجاب الفريق الإسباني ويدخل اللاعب ضمن مفكرات العديد من الأندية الأوروبية يتقدمها قطبي منشستر بجانبهم نادي نابولي الإيطالي عز الدين أناحي برز اسمه بقوة في البطولة القرية التي أقيمت في الأراضي الإفوارية ظهر اللاعب بمستوى مميز للغاية وضعه ضمن التشكيلة المثالية في العرس الإفريقي في مرحلة المجموعات والدور الثاني وبات اللاعب بمفكرة الكثير من الأندية حول العالم وكشف التقرير إعلامية فرنسية أن نادي برينتفورد الإنجليزي وجه بوصلته نحو النجم المغربي المحترف في نادي مارسيليا الفرنسي وأوضحت المصادر الصحفية أن النادي الفرنسي منفتح نحو العروض التي ستصل اللاعب في حال تضمنت شروط الانتقال بشكل نهائي وليس بنظام الإعارة وفي الجانب الآخر كشف موقع فوات ميركاتو عن اهتمام قوي من طرف الأندية السعودية التي تطمح للتعاقد مع اللاعب المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ويتعلق الأمر بنادي الاتحاد والشباب السعوديين المهتمان بالتعاقد مع اللاعب كما أن هناك إعجاب من الهلال والأهلي حول اللاعب بجانب اهتمام من الدوري القطري من طرف الدحيل القطري اشتركوا في القناة